انتهت المكالمة الهاتفية التي جمعت كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو مسؤول في البيت الأبيض قال إن الاتصال استمر أقل من ثلاثين دقيقة مصادر الحدث كشفت أن بايدن تحدث مع ناتنياهو بغضب وقال له أنه يجب تحسين الأوضاع الإنسانية بغزة فورا مؤكدا له أن الهجوم على العاملين بالمجال الإنساني أمر غير مقبول وقال إن مستقبل الدعم الأمريكي في حرب غزة يعتمد على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة البيت الأبيض عبر عن إحباط أمريكي من سياسة إسرائيل كما اعتبر أن واشنطن ستراقب عن كثب مدى وكيفية تنفيذ إسرائيل لتعهدات ناتنياهو مضيفا أنه إذا لم تغير إسرائيل أسلوبها في حرب غزة فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها تجاه إسرائيل ينبغي أن تكون هناك خطوات حقيقية وملموسة من إسرائيل الرئيس بايدن أوضح أن التغييرات التي ستقوم بها إسرائيل في غزة ستحدد مستقبل العلاقة موقفنا من غزة ستحدده التغييرات في موقف إسرائيل من الحرب الجارية هناك نأمل أن تكون هناك تغييرات خلال الساعات أو الأيام المقبلة وسنراقب عن كثب مدى وكيفية تنفيذ إسرائيل لتعهدات ناتنياهو الرئيس بايدن تعرض لهزة عقب استهداف المطبخ العالمي وهذا ليس الحادث الأول مع المنظمة الإنسانية الرئيس شعر أنه آن الأوان للحديث مع ناتنياهو للتعبير عن هواجسه من واشنطن معنا مديرة مكتب الحدث في واشنطن ناديا البلبيسي أهلا وسهلا بك ناديا بداية البعض يتساءل 30 دقيقة هي مدة قليلة أم كبيرة بالنسبة لما يقال في البيت الأبيض وهذا الخلاف بين ناتنياهو وبايدن يعني هي كافية ربما لإرسال الرسالة الأمريكية التي هي غاضبة ومحبطة ويبدو بأن الرئيس بايدن وجه تهديدا نهائيا لنتنياهو بأن عليه أن يغير من سياسته في غزة خلال أيام أو أسابيع لم نتحدث عن شهور لم يعطيه فترة زمنية طويلة وأيضا هناك حسب قراءتي هناك أيضا مطلب أمريكي بأن على ناتنياهو إنجاز وقف إطلاق النار هذه الصفقة العالقة منذ أشهر ودخول المساعدات الإنسانية الضرورية لكن كل هذا طبعا كان البيت الأبيض يعبر عنه منذ فترة لكن ما تغير بالفعل هو هذه الحادثة هذه الحادثة التي تم فيها الاعتداء بشكل سافر كما يقول البعض في البيت الأبيض لي على منظمة معروفة تعمل في كل العالم مقربة من الرئيس بايدن لديها الشف يعتبر سليبرتي يعني معروف جدا في واشنطن ولدي هذه المنظمة الإنسانية وهي World Central Kitchen التي تعمل في غزة عدا عن ذلك المأساة هنا بأن هذه المنظمة كانت تنسق مع إسرائيل بالنسبة للدخول والخروج لهذه المساعدات الإنسانية الضرورية وفي تعطيل ربما وعدم تمويل منظمة الأنروا World Central Kitchen تقوم بدور ما يعني على الأقل ليس بديلا عن الوكالة لكن بدور ما استهدافهم بهذا الشكل وخصوصا بأن اللوجو التابع للمنظمة معروف جدا يبدو بأنه بالفعل كانت آخر ما يمكن يتحملوا البيت الأبيض وبالتالي مقتل ست أشخاص أجانب بما فيهم مواطن أمريكي أدى إلى هذا القرار الذي اتخذوا البيت الأبيض لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يمكن للبيت الأبيض أن يفعلوا طبعا جون كيربي حول التعرب من الإجابة هم يفضلون عادة أن يعني يرسلوا رسائل لنتنياهو بشكل خاص هو يرى بأن أي تهديد أمريكي بشكل معلن لنتنياهو هو إعطاء ربما قوة لحماس وتقويتها في موقفها التفاوض ومن هنا حسب ما أنا أعرف يعني يريد البيت الأبيض أن يقول شيئا الأول بأنه وجه هذا التهديد لنتنياهو لكن بدون أن يذكر ما هو العواقب التي ستترتب عليه ومنها طبعا الحديث الآن على تعليق بعض الأسلحة الغير دفاعية لإسرائيل هذا الموقف الذي لم يتخذه البيت الأبيض حتى الآن رغم أن اليوم أيضا كان في تغيير في المجلس الشيوخ السيناتر كونز وهو مقرب جدا من بايدن ويعتبر من سقور الديمقراطيين قال بأنه حان الوقت لتقييد إرسال السلاح إلى إسرائيل وأيضا يمكن فرض عقوبات اقتصادية لكن هذا الرئيس الذي يصف نفسه بأنه صهيوني بالدرجة الأولى ويتباهى بعلاقاته مع الحركة الصهيونية وبالدفاع المستميت عن إسرائيل البعض يرى بأنه قد يتردد في استخدام هذه ربما الأدوات المتاحة له حاليا كما فعل الرئيس بوش في السابق لكن بتعليق طبعا إرسال الدعم لإسرائيل الوضع مختلف أن هناك حرب الآن لكن أعتقد بأنه الإدارة جادة وأعطت الرئيس الوزراء الإسرائيلي مهلة قصيرة لتغيير سياساته في غزة طيب نادية عندما يتم الحديث عن مطالبات ومناشدات بوقف الدعم العسكري أو نوع معين من الأسلحة في الوقت ذاته البيت الأبيض مثلا ختم بيانه بأنه سيبقى في سياسة الدفاع عن إسرائيل وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يتم التعاطي أو الاستجابة مع هذه الدعوات يعني قبل يومين صفقة القنابل مررت إلى إسرائيل وغيرها هذا صحيح وهذا ما سؤل عنه جون كيربي أكثر من مرة أولا هناك موقف ثابت لكل الإدارات الأمريكية بأنها ستقف إلى جانب إسرائيل في الدفاع نفسها بين قوسين ستزود إسرائيل بكل الأسلحة التي هي بحاجة إليها وستعمل على ترجيح كفة إسرائيل العسكرية بالمقارنة مع أي دولة في منطقة الشرق الأوسط هذه من المسلمات لكن ما يتغير الآن والضغط الذي يمارس على إدارة الرئيس بايدن بأنه لا يمكن أن يرسل كل الأسلحة مثلا القبة الحديدية هو البعض يرى حتى مؤيدين الرئيس في الكونجرس بأنه مشروع بين قوسين لأن إسرائيل تستطيع أن تعترض الصواريخ الموجهة إلى داخلها من حماس أو من حزب الله لكن إرسال قنابل بحجم أو بوزن 2000 طن يمكن استخدامها في منطقة مدنية هذا يثير الكثير من علامات الاستفهام ومع ذلك دافع جون كيربي عن ذلك وقال بأن كل هذه الأسلحة سواء كانت طائرات F-35 المقاتلة أو هذه النوعية من القنابل هي مصادقة عليها منذ فترة طويلة لكن طبعا حتى لو كان مصادق عليها وحتى لو كان وافق الكونجرس عليها بإمكان الإدارة أن تستخدمها كأداة ضغط على نتنياهو لتغيير سلوكه لكن نتنياهو تحدى الإدارة الأمريكية أكثر من مرة والآن أعتقد بأنه وصلت مع الرئيس بايدن هذه المعاندة الإسرائيلية إلى طريق مسدود وخصوصا بأنه يربطه مع الشيف خوسي أندريس علاقة صداقة قوية ويعرفه عادة عن ذلك استهداف مدنيين أجانب يعملون في الإغاثة أعتقد بأنها نقطة تحول كما يرى البعض في هذه الحرب أشكرك جزيلا شكر من واشنطن كنت معنا مديرة مكتب الحدث نادية البلبيسي أشكرك جزيلا شكر usual للمشاهدة شكرا